بسم الله الرحمن الرحيم والنهاردة معنا فيديو جديد وان بوكسنج جديد لموبايل من انفينيكس هنخش سخنة على طول ونعمل ان بوكسنج للموبايل طبعا عندنا اول ما بنفتح العلبة الموبايل في الوش زي ما انتم شايفين طبعا هو النسخة المصغرة من انفينيكس نوت 7 بيجي بالشكل الجديد والدزاين الجديد بشكل الكاميرات المستطيل وعندنا البصمة اللي مدموجة في زر الباور وعندنا اللون ده اللي هو اللون المنافسيجي الفائع صراحة شكله لطيف وعارفين ان الماتيريال طبعا من البلاستيك ومدخل الشحن هنا عادي مايكرو يو اس بي شكل الموبايل وتصميمه جيد جدا وحديث باقي محتويات العلبة عندنا كوفر من البلاستيك وسكرين من البلاستيك وباقي الاكسسوارات السماعة والشاحن ووصلة الشاحن العادية سعر الموبايل ده جمع حوالي 2550 جنيه مصري يعني تقريبا كده 175 180 دولار مواصفات الانفينيكس نوت 7 لايت بيجي اول حاجة بشاشة 6.6 من 10 انش HD plus زي ما انتو شايفين احنا نفتح شكل الموبايل على فكرة تصميم باللون البنفسيجي ده شكل جميل وشكل بشكل الكاميرات صراحة تصميم جيد جدا كان ينقصه بس ان هو يبقى الماتيريال حاجة غير البلاستيك لكن الصراحة الفئة السعرية ده اغلب الموبايلات مصنوعة من البلاستيك وانا ما عنديش مشكلة في الموضوع ده بقى المواصفات زي ما قلتلكو الشاشة هنا 6.6 من 10 انش HD plus من نوع IPS LCD وعندنا معالج من ميدياتيك اللي هو الهيليو جي 70 طبعا معالج سوماني الانوية والموبايل بيجي بذاكرة داخلية ضخمة جدا 128 جيجا بايت مع رمات 4 جيجا وعندنا هنا الكاميرات الخلفية رباعية 4 كاميرات خلفية الاولى الاساسية بدقة 48 ميجا بيكسل وبعد كده كاميرا مايكرو 2 ميجا بيكسل وكاميرا 2 ميجا بيكسل برضو للعزل وفيه كاميرا ربعة كده بيقولوا انها لاستقطاب والضوء معرفش دي بتعمل ايه بالزبط الكاميرا الامامية اللي هي في السكب او في الهول دي كاميرا بدقة 8 ميجا بيكسل وعندنا بطارية ضخمة الصراحة 5000 ميلي امبير طبعا المواصفات جيدة جدا كان بس ينقصها المدخل الشحن يبقى طايب سي او شحن سريع التصميم زي ما انتو شايفين التصميم الحديث اللي نازل في 2020 بالانفينيتي او او بالسوق بتصميم الشاشة جيد جدا هننزل يا جماعة شوية تطبيقات وشوية العاب على الموبايل علشان نعمل له تجربة وبعد كده نرجع مع بعض نشوف ايه هي المميزات وايه هي العيوب اللي موجودة في الانفينيكس نوت سيفن لايت ورجعنا لحضراتكو بعد تجربة سريعة للانفينيكس نوت سيفن لايت اول ميزة هتقابلك واول ميزة معانا في الموبايل ده هي الصراحة تصميم الشاشة على الرغم من ان الشاشة هنا اتش دي بلاس مش فول اتش دي لكن تصميمها بالانفينيتي او او بالسكب او بالهول تصميم حديث وجايد كان ينقصها بس انها تكون فول اتش دي لكن الصراحة ما عنديش مشكلة مع الدقة ومع الوضوح ومع السطوع بتاعها واعتبر ان الشاشة اول ميزة هتقابلك وكمان حجمها كبير ستة وستة من عشرة انش لكن زي ما انتو شايفين شاشة جيدة والوانها جيدة واول حاجة هتلفت نظرك واول ميزة هتلفت نظرك في الموبايل ده هي الشاشة تاني ميزة في الموبايل ده هي الصراحة وعجباني جدا البصمة اللي في الجنب دي انا بحب الموبايلات اللي بصمتها بعيد عن ظهر الموبايل سواء كانت في الجنب من فوق من تحت بس بعيد عن ظهر الموبايل فدي حاجة صراحة عجباني جدا تجربة الصوت برضو كانت حاجة كويسة من الحاجات اللي عجبتني ودلوقتي نعمل تست مع بعض ترجمة نانسي قنقر الزاكرة الداخلية الكبيرة برضو 128 جيجا بايت ممكن نعتبرها ميزة من مميزات الموبايل ده الحاجات اللي جربتها وبعجبتنيش او مش معجبتنيش شايفها حاجات عادية اول حاجة عندنا هنا الكاميرات الخلفية مش بييجي فيها كاميرا وايد او كاميرا بتصور بزاوية واسعة طبعا احنا بنتكلم على موبايل 8500 جنيه اغلب الموبايلات في الفئة السعرية دي بييجو فيها كاميرا وايد هنا مافيش صراحة والكاميرا الامامية الاداء فيها اقل شوية من المتوسط ده بالنسبة للكاميرات الحاجات برضو اللي ماعجبتنيش في الموبايل ده هي مدخل الشحن العادي اللي انتو شايفينه دي يا جماعة المايكرو يو اس بي وكمان لا يدعم الشحن السريع على الرغم من ان البطارية هنا كبيرة لكن اغلب موبايلات الفئة السعرية دي بيبقى فيها مدخل شحن طيب سي وبيبقى فيها شحن سريع لكن الصراعة انفينيكس اه مدتناش الميزة دي في النوت سيفن لايت من برضو بعد كده اندخلنا على الاداء المعالج هنا الهيليو جي سبعين بصراحة في فئة الالفين وخمسمائة جنيه اعتبر معالج جيد وجيد جدا كمان عندنا لعبة بوب جي بتشتغل على اقل اعدادات مفيش اي مشكلة والموبايل مش معمول للناس الجيمور معمول اكتر للناس اللي بتحب التصفح واللي بتحب الدزاين بتاع الشاشة والمتابعة الافلام والحاجات دي كلها لو حابين نلخص الفيديو ده يا جماعة ونقول ايه هي الباكيج اللي بيديه لنا الموبايل ده وهل الموبايل ده صفقة ممتازة او قيمة جيدة مقابل المال ده صراحة حاجة ترجع ليك انت شخصيا الموبايل بيديك ميزة وفي نفس الوقت الميزة دي بيبقى جواها عيب يعني بيديك شاشة جيدة وبدزاين جيد لكن الشاشة بينقصها انها مش فل اتش دي بيديك بطارية كبيرة خمس تلاف ميلي امبير لكن بصراحة ينقص البطارية دي انها بمدخل شحن عادي مايكرو يو اس بي وكمان لا تدعم الشحن السريع بيديك كاميرات جيدة لكن بيشيل منها الكاميرا الوايدة او الكاميرا الواسعة فطبعا دي حاجات انا شايف الموبايل كسعر 2500 جنيه وهو صراحة صفقة جيدة صفقة جيدة بالسعر ده بالدزاين ده بالشاشة التصميم الجديد ده ودي كانت وجهة نظري يا شباب وتجربة اولية لموبايل موبايل معي بالزبط بقاله 3 ساعات انا بتكلم على التجربة الاولية للإنفينيكس نوت 7 لايت زي ما تشايفين لعبة بوب جي شغالة على اعدادات اقل حاجة وشغالة كويس مفيش تقطيع ومفيش تسقيط فريمات ده كان فيديو مختصر للإنفينيكس نوت 7 لايت حبيت الم شوية الحاجات اللي جربتها لو ليكم اي استفسارات او اي ملاحظات اكتبولي وانا هرد على حضراتكم الموبايل زي ما قلنا 8550 جنيه في الفئة السعرية دي في موبايلات كتيرة جدا بتنفسه ان شاء الله هنحاول نعمل مقارنة ما بينه ما بين زيميله ال S5 برو وما بين السامسونج M11 كل الموبايلات دي في نفس الفئة السعرية برضو وموبايلات جيدة جدا وفي منافسة جيدة جدا شوفوا حضراتكم عايزين تعملوا مقارنة ما بين اي انهي موبايل بالزبط وان شاء الله نعمل فيديو كمان نقارن الحاجات دي كلها لو وصلتوا للنقطة دي يا جماعة للمشاهدة بشكركم شكرا جزيلا اتمنى الفيديو كنا لاعجبكم وفي النهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا ايضاء نعمل مشكرا جزيلا شكرا جزيلا اشتركوا في القناة